الكثير من الصينيين لم يعد بإمكانهم الانتظار وهم يتطلعون لأول رحلة خارجية لهم في حقبة ما بعد الوباء وذلك في الوقت الذي تستأنف فيه الصين تدريجياً السفر الجماعي إلى الخارج حماس الصينيين المسافرين يزداد مع ازدياد كبير في طلبات تجديد جوازات السفر في إدارة الهجرة والجوازات في مدينة شامن يصطف الكثيرون في طوابير طويلة لتقديم طلباتهم وتجديد وثائقهم منذ بداية هذا العام تلقت شامن نحو 30 ألف طلب لتجديد وثائق السفر من المواطنين الصينيين حيث عادت تلك الأرقام تقريباً إلى مستويات ما قبل الوباء ومن أجل التعامل مع الطلبات المتزايدة للسفر إلى الخارج تشهد الصين وطيرة متسارعة لإضافة المزيد من الرحلات الدولية ما سيؤدي أيضاً إلى خفض أسعار التذاكر كنت أراقب أسعار تذاكر طيران إلى مانيلا حالياً أسعر معقول يصل إلى نحو 4000 يوان لذا قررت السفر إلى هناك مع أصدقائي كانت خطوط شامن الجوية تعمل على زيادة الرحلات الدولية وقد استؤنفت تلك الرحلات الدولية بالفعل إلى أكثر من 300 رحلة في كل أسبوع وذلك بزيادة قدرها حوالي 20% مقارنة مع الشهر السابق منذ مارس استأنفت خطوط شامن جوية خط رحلة يومية بين شامن وبالي وهو أول خط جوي من نوعه في الصين كما أدفت مزيد من الرحلات إلى أماكن مثل هونكون ومكاو ومانيلا وسينغافور وغيرها بلا شك فإن تعافي الطلب على السفر للخارج في الصين سيجلب ثقة أكبر بصناعة السياحة العالمية ووفقا لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة فإن الصين كانت واحدة من المساهمين الرئيسيين في السياحة الخارجية العالمية قبل الوباء إذ أنفق المسافرون الصينيون 255 مليار دولار في عام 2019 أمثل نحو 20% من إجمالي الإنفاق السياحي الدولي